مساء الخير مشاهدينا في برنامجكم بيورفت النهاردة أول حلقة من البرنامج برنامج بيورفت برنامج اجتماعي طبي شامل هيتكلم عن كل ما يخص الانتاج البيطري هيتكلم عن الحيوانات الأليفة وكمان هيتكلم عن تربية الحيوانات المستخدمة كغذاء الإنسان هنتكلم عن مشاريع انتاجية وكمان هنتكلم عن أبحاث علمية بصحبة الدكتور حاتم بهجات أهلا مساء لنا يا دكتور أهلا بيك دكتور حاتم بهجات رئيس قسم التشريح والأجنة مدير تحرير مجلة بنها الطبية البيطرية مدير وحدة نقل الأعضاء بين فصائل مختلفة مدير معمل الراتب وتلاب يس إزاي حضرتك الحمد لله هكون معكم أنا آية جيار ودكتور حاتم كل يوم أربع في تمام الساعة التساعة مساء على قناة الصحة والجمال دكتور قل لي بقى دكتور ايه موضوع عاشق الأنتومي ده عاشق الأنتومي ايه موضوع ده هو الأنتومي هو علم التشريح طيب وعلم التشريح كأنتومي ده ساينس يختلف عن عملية التشريح نفسها الديسيكشن أو الديسيكشن يعني لم يواحد مثلا بالعامية كده يقول لحد ايه أنا هقطعك أنا هشراحك يعني هقطعك حتا إنما علم التشريح هو العلم الذي يختص بدراسة شكل وتركيب الأعضاء والأنسجة الذي يتركب منها الجسم الكأن الحي ده علم حتى في تشريح نبات في بلانتة أناتومي فالأنما الأنتومي عاشق الأنتومي أنا كنت بلاحظة إن الطلبة ييجوا من السنوية العامة كانوا معتمدين على الدروس وكانوا معتمدين على ملخصات يجوا يخشوا عندنا الكلية أولا زعلانين إنهم ما دخلوا طبه بطري فاتهم طبه وصيدلة وطبه أسنين المجموع هو اللي حكمهم آآ آآ والمجتمع بيقول عليهم دكتور بهاين مش عارفين هنعرف من خلال برنامج ده أنا عمله وخصوصة عشان الطلبة اللي زعلانين أفرحه أنا ملاحظة إن مفيش إثبت على الطب البطري يعني محدش بيتكلم عنه كتير مش واخد حقه إعلاميا مش واخد بينكسفه منه معقول يعني طبيب الإنسانية اللي بيعالج الحيوان الأصم الأبكى ده فضله عند ربنا عظيم إذا كان دكتور الأطفال بيقول عليه إن ده مهينته صعبة عشان الطفل ما بيقولوش إيه اللي بيوجعه بس مامت واخد بالها منه وبتقول للدكتور الحتة دي بتوجعه ده عمل كذا ده إسهال ده إمساك ده أنا طعامته كذا ومعملش كذا إنما الحيوان الأصم الأبكى يا جماعة باغية من بني إسرائيل باغية يعني زينية من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب أكيد أطعمته شوف عظم الأجرب تعرف بنا ديه اللي تم بحيوان والرجل اللي دخل الجنة في كلب اللي هو شرب الرجل شرب نزل بير شرب وطلع لها كلب بعد سن بيبيل حسر رمل من العطش الحقيقة دكتور أنا كمان لاحظت الفترة الأخيرة حاجة جميلة جدا بشوف ناس بتنزل تأكل القطط والكلاب اللي في الشارع وتخدها تعالجها ومبادرات لده وحملات على الفيسبوك الناس بتجمع بعض وينزلوا يعملوا ده قدي إيه ده في رحمة وقدي إيه ده في روح حلوة كده يفرحك ويحسسك إن لسه الدنيا بخير هيا أنت عارفها كنت قاعد في بناء الكورنيش أنا قاعد على الكورنيش في الفلال في بناء لو كنت قاعد أنا وصديق ليه هو كديق معهد مساحة اسمه عيد وبيشتغل في العقارات كده يعني حبيبي يعني وأنا عيد قاعدين فلقينا إيه لقينا فيه كلب بيعوي 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 بيستغيسوا الكلاب التانية القوية بتهجم عليه عدم نصول الحديد وإيه ونزل في يعني بعد عن الكلاب مشوية لقينا فيه واحدة جاية دخلع الكلاب جاية وراها قمنا نحوش عنها أنا قمت نحوش عنها فقالت لي لا سيبهم ده بيحبوني ده عارفيني الله والله العظيم طبعا الكلب لما تأكلوا مرة واتنين هم إيه جايبان لهم أكل وفعل عشانت العربية جايبان لهم أكل الكلاب الشوارع مش هنقول إن الكلب ده مربيها عندها وفيه ألفة وكده نحن عايزين نتعلم الجمال من الناس دي بيملالها فراغ عاطفين فقامت المهم أنا كنت مبسوط قوي كنت مبسوط قوي وقعد أبو الصلق وكان نفسي صورها بس خفت لا تقول بيصورها لأن النمازج دي لازم تطلع على الهوى ولازم كل الناس تعرفها يعني ناخدها قدوة البنت دي كريجة أداب اجتماعي أنا تعرفت عليها بعد كده وبعدين المهم إيه المهم العيد بقى لقى الجنبي مش عارفوا يا شايفني دلوقتي ولا إيه بيقول لي إيه بيقول لي قالها تما الناس بيكون في المستشفيات تما تروح تجيب ليهم سرنجات ولا دواء ولا كلام مين دا دا كلام غلط قلت له تما روح أنا وينتر للمستشفيات تما هي عملت حاجة حلوة تشكر عليها تب تتكلم على دي وبقيت التسعة وتسعين مليون كمان الحيوان دا مش مش عارف يتكلم مش عارف يعبر عن نفسه مش عارف يقول لنا تعبان مش عارف يقول لنا جعان ليه ما نكسبش الثواب يعني لو كل واحد فينا في بيته جاب بقايا لأكل ونزل أكل الكلاب اللي في الشارع يعني جات بحاجة جميلة قوي والله يا ريت نعمل دا يا جماعة موسيبا عبد المطالب جد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطلق عليه مطعم بيطلع أكل على كمة الجبل للطيور وللجوارع وللكلاب اللي هي الدوارة دي عشان تاكل منه يعني كانوا يطلق عليه على مطعم الناس في السهل هو مطعم الجبل مطعم اللي هي الحيوانات البرية والطيور فيه على الجبل سبحان الله شو فيه يعني اه لا 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 دين الرحمة وبعدين لما شو بقى امرأة دخلت النار في هر حبساتها لا هي أطعمتها ولا ترقاتها تقوم من خشاش الأرض وراجل دا خلت جنة في كلب عشان راجل خلت بالك طالع كده من البير ومسك الخوف بتاعه البلغة بتاعته في بقه وماليها مية وطلع بقى يسك الكلب تقول لي صلاة صوم صوم صدقات اعمل يا عم الاول ارحم ارحموا من في الأرض يا ارحمكم من في السماء سبحان الله سبحان الله قاسف يا يا بقى عشان صطي لا ازاي قول لي بقى ليه سموك الاسم ده اه اه نسيت انا قولها الطلبة كانوا بيجوا بكارهين التشريح اه ليه بقى علشان بيجي بيتصدم او التعبان ومصطلحات علمية صعبة وبيشرح بنشرح كنا مشرح خيولها ما كانت الشرطة بتاعتم خيولها كانت بجيبها لنا كنا مشرحة طب ولو مفيش بنكمل بحميخ صعبة برضو كلية الطب بطر يعني مش حاجة سهلة يعني صعبة ليه اصعب من بشر اه ليه بقى يعني ببشر بياخد الكبدة في الانسان بس عندنا بياخد الكبدة في الجمل وبياخد الكبدة في الحصان وفي الابقار والاغنام والكلاب والخنازير والطيور يعني سبع اكباد يعني صعب على الطلبة فعلا يعني فانا تصورت تصورت ان الطلبة يحب التشريح بس كمين فيه مثل بيقول ايه صوب على النجم لعلك تصيب المئزانة يعني تنشن فوق على النجم اللي في السماء يمكن تطول المدنة مدنة الجامع فقلت فسميت الاسرة عشاق الاناتومي عشاق علم التشريح بحلم قلت لو حبوه كفاية انا راضي فسميتم عشاق الاناتومي المفروض الطلاب بعد الكلام الجميل ده دكتور تحب التشريح بقى خلاص ايوه في الاول انا عملت الاسرة دي سنة 2010 وكان البنات بيكسفوا وقولوا ان احنا عشاق الاناتومي يعني فيه خجل شوية يعني بس قلت لهم انتم فيه محراب علم ايوه الاخوة عشاق الاناتومي كل منبر في الجروب باسم عشاق الاناتومي وانا سميت نفسي كبير عشاق الاناتومي يعني فرحان يعني ولبابا توضع بقول عشاق بقى خلاص حضرتك صاحب فكرة البرنامج ده برنامج بيورفت ايه الرسالة اللي عايز توصلها من البرنامج عايس ليه تعمل اثبوتها الطب البيطاري اقولك على حاجة طب البيطاري حقه مهضوم يعني انا بسيط لقيت عندنا يجي الف قناة على العرب سات والنالسات انا بكلم على الوطن العربي قلاص مش بتكلم على مصر بس وكل قناة فيها اتليست عشر برامج يوميا كل برنامج ساعة وبيتعد تاني وشوقت اعلانات وكلام بنت يعني عشرة في الف عشر ثلاثة بسبعة ايام بسبعين الف ساعة اعلامية مش معادة ده دي الاول عرض يعني زي ساعتنا دي كده سبعين الف ساعة مفهاش ساعة واحدة للطب البطاري لوحد ربنا ليه يا دكتور هل الحيوان مش مهمة عندنا هنا ولا ايه؟ لا الاهتمام ما هو دلوقتي مثلا بيجي مثلا برنامج زراعي مثلا يعني يا دكتور مثلا فيه ناس مثلا بتربي ارانب بتربي حمام بتربي فراخ مش لازم يبقى فيه برنامج يوعيهم يقولهم على الادوية يبقى فيه حملات الكلام ده إيه الرسالة بقى اللي عايز توصول على مجلد من البرنامج ولا من المجلة؟ مات دين دخل بي السؤالين بس أسدها حاجة ودي حاجة بس اللي اتنين عايزين يخدموا الطب البيتري ويوعون الناس دي موهونت عاوزان اتكلم علي ايه المجلة؟ تكلمني على البرنامج الاول خلاص ماشي البرنامج يعني هي انا لاحظت ان ايه بترميل ان ايه يعني فيه رسالة ايه يعن انت بتوع جودة فيه رسالة وفيه رؤية فيه ميشن وفيه فيجن ايوه لان انا شرفت بان انا كنت نائب مدير وحد الضمان الجودة والاعتماد بالكلية عندنا سنة 2016 كليتي كلية الببطري مشهور وانا افتخر بيها رائدة كليات جمعت بنا واولها اعتمادا على الله عز وجل واعتمادا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كليتي اعتمدت في 25 تسعة 2013 السعة قبل الاعتماد كنت بكالنا بتطلب عليه وكده انا كنت في البيت كنت في الغيط كنت في المنتاج على الازي اجد بيه عطلة نهاية الاسبوع اتصلت بيه احدى الطلبات والتي كلية اعتمدت والله بكيت والله بكيت من الفرح فالكلية اعتمدت وانا بحب الجودة من غير معرف اصولها اعمل مسرحيات علمية للطلبة عشان انا بستطلهم علم التشريح وعشقه الاناتم وبعدين جت في 2016 مسيكت نائب مدير وحدة ضمن الجودة الدكتورة عفاف دي سوقي عبد المجيد والاستاذ الكيمياء الحيوية واللي هي كانت مدير وحدة الجودة لما كلية اعتمدت خلفا لدكتورة تيوليب عبد الغفار والدكتور والدكتور محمود عابد ابر روس والدكتور حسين المغربي كل دول شقلوا في الجودة وكل دول شقلوا على اكتافهم وعلى اعطقهم مسئولية كبيرة اوي اول كلية جمعت بنا فيها اربعتاشر كلية طب بطريقة اول كلية تعتمد فانا يعني اعصق الجودة حتى الناس يقولك ايه ده الجودة ورقه مش عارف ايه ورق ده عقد انا التزم بيه بلزم نفسي فارجع واقولك بقى مثالة البرنامج اللي هو الايه الدور اللي بيتقوم به دور اللي يقوم بالبرنامج اما الرؤية هو الحلم المستقبلي بعد خمسين اعود البرنامج دا يبقى ايه فالرسالة او الميشن هي تفعيل دور الطب البطر في المجتمع المصري وحسس الناس بيه ان شاء الله وارفع رصد طلبة بتوعي وقولوا ايوه احنا لنا فضل الطب البطري انا جيت رسمت للناس هنا كده انا بقولهم طب البطري اسرار وكنوز قالوا لي ده عنوان كتاب يا دكتور ماشي دلعوه زي ما انتوا عاوزين ده شغلتكو وانا عندي من المرونة ما يقبل هزا قمت لازم في كف اليد كده رسمت ايد كده ولسمت في كف اليد كتبت الطب البطري او بيور فت زي ما انتوا قلتوا يعني بطري صافي او بطري خالص وقلت الطب البطري صحة صحة ازاي طب البطري بياقل انسان من خطر الامراض المشتركة اللي فيك تنتقل لهم الحاوان سواء الحانات الالفة اللي بي ربيها في بيته وحانات المزرعة والابقار والاجنام والماعز والخيول اللي بي ربيها في مزرعته او الحشرات اللي موجودة ممكن تنقلوا الامراض النمل والبراغيت والسلاصير كل دي طب البطري يمنع طب البطري صحة طب البطري غزاء انتاج للبروتين حيواني بروتين حيواني السليم صالح للسلاك الادامي صالح للسلاك الادامي بعفون يا دكتور معنا ابراهيم المنوفية مساء الخير يا ابراهيم مساء الخير يا ابراهيم فصل فصل تمام يا دكتور انا تفتحني الهواء او الايه ايوة طبعا حبايب المنوفية ده انا منوفي اصلا ايوة بس كريم لا المنوفية حلوة يا دكتور مش نقدر نتكلم عنها باش باش شرف لي اهلي 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 وانضنوا علي يا كرام نرجع لموضوعنا طب البطري غزاء انتاج للبروتين الحيواني والبروتين الحيواني ده كمان لما نتغذى عليه نقوم من ايه نغذى بركة الامينوأسد اللي موجودة في الجسم ماشي والامينوأسد او الامينوأسد اللي موجودة في الجسم دي هي المادة الخام اللي بتصنع منها الاميونوغلوب للاكسام المضاد الانتي بودز يعني هيقوّن مناعة نرجع تاني صحة والصحة تبقى جمال وده بنقدم هدف القناة الصحة والجمال طب البطري استثمار مشروعات انتاجية طب البطري سياحة حضائق الحيوان طب البطري ألفة وموادة الحيوانات الأليفة عيد صاحبي اللي هو بيشتغل في العقارات ده حكالي بيقول لي فيه واحدة وستماس الحيوانة جات خدت شاقة عندها وهدي اسمه أبا نوب وعندها كلب خدت شاقة في الدور التامن فبددخل الكلب في الأسانسير فإذا رحت الأسانسير اتغيرت الناس بيقولوا لا لا ماشي الكلب أبدا الكلب وأبا نوب حاجة واحدة معزة الكلب معزة أبا نوب فيه ناس عندها الكلب بتاعها ده حياتها يعني واللي يربي كل أد المسئولية ويحبه ويزعل عليه طبعا طبعا مربي يا دكتور حاجة؟ أنا مربي أجيال طبعا قل لي أنا لما جيتك الكلية سمعت الطلبة بتقولك الكاوبوي وصل إيه موضوع الكاوبوي ده رعاة البعض سنة 2017 كنت عملت مؤتمر يوم من عشرين واثنين 2017 عملت مؤتمر بعنوان نحو طرق فعالة وجذابة لتدريس علم التشريح طور وحاولت بحبيب خلاص ده هدف ده أصلت على شكلها أنات والعملاء أنا مكنتش مسك رئيس كسم ساعدتها طب يا دكتور معانا جيهان من المنوفية شكل المنوفية كلها بتتفرج علينا النهاردة يا جيهان طب أنا مش هسمعه منور الشاشة يا دكتور حاتم الله يخليك ده نورك هو أريوه مرام جهان ربيع مدرسة لغة عربية أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا قفرة بشيش أهلا وسهلا بلدي يا جيهان اتفرجتي علينا من الأول آه منور الشاشة يا دكتور والله الواحد فرحان بيجي قوي الله يخليك تسلامي تسلامي مبسوطة مبسوطة يا جيهان إن أخيرا في برنامجي هيتكلم عن الطب البيطاري أكيد طبعا لأنه له أهمية كبيرة في البلد زي إيه ربنا يزيدك ويوفاك يا دكتور إن شاء الله الله يخليك الله يخليك سلام سلام له أستاذ آيمن زوجها بقى صديقي وكده يعني نرجع لموضوع الكابول آه فبعد المؤتمر ما أعملنا المؤتمر ولقى نجاح كبيد أعملنا عرض الدورة الدموية ده أنا أرسم قلب جنينة على شكل قلب في كلها ما شفتهاش إنتي المرة الجاية هتشوفيها إن شاء الله والمهم كنت عاوز أرسم على جسم البقرة من بره الأحشاء وأماكنها وكده وكان فيه طالب اسمه محمد النوشي رسام هو يعني فقال لي كده قال لي حدد لي الأماكن عشان ألون بقى وكده فكنا رحلين دخلنا مزرعة كلية عندنا مزرعة تعليمية في الكلية يعني مفخرة للكلية الطلبة عندنا عدد حيوانات كتير جدا فيه جمال وأفقار وجموز وأغنام وماعز آه والطلبة بيتعلموا بتعلموا صح فقلا من أبحاث علمية كليةنا كلية عريقة يعني آه إحنا عايزين الأبحاث العلمية دي يا دكتور تطلع للنور في كل حلقة كده نتكلم عن بحث علمي ونفيد الناس بيه نتكلم إحنا ليه ليه لهيطول معك إن شاء الله لو كان أصفتنا خليني بس أبلورلك باية سؤالك اللي هو إحنا بنرجع معي الكاوبوي الكاوبوي فجينا محمد النوشي قال لي يلا دكتور عشان نعمل نلون البتاع دي وبصراحة أنا قلت له ماشي عبنا ست ساعات نلون في البقر انا كنت بشتغل انا عدت في مكتبي وقدامي للمعمل بتاعي اللي هو المشرحة لازم نشوفها الحلقة الجاية دي دكتر معايا صورتها بس على الموبايل المهم المخرج بقى طيب عموما احنا معاوض يعني فالمهم جبنا الالوان وروحنا المزرعة الحين نلوي الحصان فيه ناس في اوروبا وفي امريكا لونوا الحصان قبل كده من بره ماشي لقينا مشكلة في الحصان اللي عندنا فقلنا ايه نختار البقر فاخترنا بقرة سودان اسمها عزيزة رقمها في المزرعة مش فاكر البره الكلام ده من ثلاث سنين كان سنة 2017 البره دي خلت 4000-5000 لايك الناس من بولندا واسرائيل وامريكا وكندا وعملوا لايكات كتيرة جدا كتبت بص البقرة التي شهرت مشتهر طوام مشتهر مشهورة اصلا بس انا يعني بحاولها طيب فالمهم لو ان البقرة دي وصورنا معاها وعملت فيديو انا عندي فيديو للبقرة دي وانا بشرح للطلب عليها الساعة 12 للساعة 6 ويتبقى خمسة طلبة بس ثلاث اولاد وثلاث بنات شرحت لهم عليها لايف ما كانش معايا حاجة شاور بيها غير غصن قطن بس مفيش حاجة ويديا كان عليها اصار الالوان وده شرف وفخر فده الكوبوي نرجع تاني بقى الموضوع المجلة انا في الحقيقة شهددني الموضوع ده لاني اول مرة اسمع اني فيه مجلة بتخدم الطب البيطري هي دي اول مجلة ولا فيه حاجات قبل كده بس ما طلعتش للنور شوفي اقولك حاجة كل كلية طب بيطري تقريبا فيها مجلة يعني فيه دي بانها فيتريني الميديكال جورنال بي في ام جي فيه فيه في كلية طب بيطر قاهرة فيه مجلة جيزة جيزة فيتريني الميديكال جورنال ماشي وفيه اسكندرية وبانسويب ما بيقرهاش غير الطلبة يعني لا بصي ولا الطلبة حتى دي مجلات علمية لترقية الاسادزة يعني ايه الدكاترة انا لما باخد دكتوراه بعد دكتوراه بخمس سنين بقدم ثمان ابحاث عشان اترقى الاسادزة مساعد وبعد ما ما اخد لقب العلم اسادزة مساعد اعمل ابحاث ثانية وقدمها بعد خمس سنين تانين عشان لقب اسادزة او بروفيسور ماشي فالابحاث لازم الابحاث دي تكون اتنجرت في مجلة علمية او بؤتمر علمي متخصص حاجة بقى دي بوست جراديو معانا مدخلة معانا مين عليكم السلام و السلام ازاك دكتور حاتم الحمد لله هو قريوم انا من المنوفية مين حضرتك اهلا من مين بلدي جنب كفر ابشيش بلد حضرتك استاذ بكر من المنوفية سعد عبد الحميد بكر سعد؟ ازاك ازاك سعد سعد عبد الحميد بكر الله يباركيك والد الطالبة اهداء سعد عبد الحميد ده عند حضرتك بالكلية اهداء سعد عبد الحميد في سنة كام؟ سنة اولى لسه اول سنة السنات اه حبايبي حبايبي وعملت تشكر في حضرتك جامد جامد وهي واحدة تصرق في تفريديونات والله سنة اولى كانت فرصة انهم كان عددهم سبعمائة السنة دي بقينا نديهم مرتين و بقى شلقينهم معاد و زميلي كانوا مزعلانين من الموعيد و انا دخلت لهم كتير بسم الله ما شاء الله بتشكر في حضرتك انا ربنا وفقني انا ربنا وفقني ان انا درست سبع سنين تشريح بالعربي في ليبيا سنتين في كلية بطري وخمسة في كلية علوم فبقيت متعاطف مع الطلبة وببسطهم بتشكر في حضرتك اوى او فرحان اوى بفضل دعواتك بفضل دعواتك ربنا وفقنا للبرنامج دا شكرا سيد سعد وقل لي بنت حضرتك تؤمرني ومكتبي وتليفوني معهم كلهم اهداء سعد اهلا اهلا وسهلا اسم حدثة يعني اسم كده حلو يعني الدكتورة اهداء سعد اي معنا سناء معنا سناء ايوة مساء الخير ازاك السناء عاملة ايه اهلا وسهلا بيك عايزة تقولي ايه للدكتور وتكلميني عن البرنامج ايه رأيك منورين دي امورامي دي وامورامي البرنامج ماشا الله امورامي انا الاول بقولك ايوة ايوة اهلا اهل اسكندرية ازاك يا حبيبي اخبارك ايه اسكندرية اهلا وسهلا بيك تنطن نور ابو العباس ترابة اصدع فران ربنا يزيدك علم ويجعلك دايما كده في اعلى المراتب يا حبيبي الله يخليك تسلامي والبرنامج فعلا ماشاء الله يعني بصي اول مرة حد يتكلم على الطب البطري امورامي يعني حاجات وعي ومعلومات كبيرة جديدة امورامي ومفضل فامنا الله لو فيه خير ده من ربنا ونعمة بالله ونعمة بالله عايزين اسكندرية كلها تتفرج ودين واخلاق وكل حاجة حلو اسلامي 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 حبيبي نرجع لمواضعنا بقى واحنا بنحضر للحلقة سمعتك بتتكلم عن جملة هي غريبة على وجن انا اول مرة اسمحها نقل سمام الابكار للانسان يعني ايه جملة دي محتاجة في امها اه سماء بصي اقول له حضرتك سنة معايش انا احافظ التواريخ شوية ده بدايك لا دي حاجة كويسة سنة 2013 في شهر عشرة بالتحديد كان فيه زرافة في جنينة الحيوانات ماتت اتخنقت امها في حديقة الحيوان بيعلقوا الاغصان في عروة حلقة معدنية عالية للزرافة عشان تحاكي الطبيعة وتمد رقابتها الفوق وتاكل الاغصان لما الاغصان خلصت الحلقة فضيت فالزرافة رأسها دخلت في الحلقة وجات تخرجها معرفيتش من القرون فتعبت من الوقت فيعيني فايه فرقتت على الارض فتخنقت فدكتورة فاطمة تم نامكت مديرة حديقة الحيوان في ساعتها بعدت لكلية طب البطري كان عمدها ساعتها الدكتور محمد ابو سالم حبيبي تعالوا حددوا سبب وفاة الزرافة ماشي فدكتور محمد ابو سالم قال لي كرئيس قسم التشريح واخدت معايا مدرس مساعد دكتور اسامة سالم وروحنا بعربية الكلية حديقة الحيوان شرحنا الزرافة اللي ماتت وحددنا سبب الوفاة وروحنا تاني يوم عشان نشوف ملابسات الحدث والحكاية دي ما تتكررش انا خرجت من الموضوع انا اسم بس عمد ومفتوح الزرافة يمتاز بالزرافة ولا ايه اكيد طيب هكمل يعني المهم روحنا تاني يوم لان يعني العامل اللي هو على جورة الزرافة بقول عليها الجورة دي بياخد 600 جنيه بس وما بيش حد بيأكل الزرافة فما حدش يديله فلوس فبيروح عند البجع عشان ناس عشان يبيع جذر وحاجات للبجع الزرافة ماتت متجول؟ لا 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 محدش بيأكل الزرافة يعني سوريا محدش من الاطفال والزوار بيأكلوا الزرافة بيأكلوا البجع فهو الحرس اللي على البجع بيأكل جذر وحاجات بيبيع للناس الجذر والحاجات عشان يأكلوا البجع بنفسهم فده سبت الزراف وراح ايه وراح على البجع علشان يسترزق عشان يسترزق بقى من الناس ياخد فلوس طب معنا مكالمة من اينا؟ نسمحها نسأل خير على الاهل الصعيد انا أخليك إيه الأزوار أيوة انا أخليك عاملين ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله فرحالي بالدكتور ده والله مين حضرتك؟ انا أخليك يا دكتور أهلا وسهلا انا أخليك يا من جني مباركة فيك انا أخليك اللي يزيدك من علم معنا أمو سينة أمو سينة يا دكتور أمو سينة أنستينا قولي يا موسينة عايزة تقولي يا عن البرنامج أنا مبسوطة أهو 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 من البرنامج ده لخليكم قولي لي يا موسينة في الصعيدة عندكم زي الفلاحين كده بتربوا حيوانات؟ آه آه كتير جموسوا بقر طيب اتفرجي علينا بقى عشان تستفيدي آه بتفرج عليكم والله أهلا وسهلا بقى أهل إينا كلهم حبيبي ليه؟ وقررنا الفتحة عند سيدي عبد الرحيم القناوي اللي خليك اللي بارك فيه أنا حبيبي من هنا كتير حبيبي من هنا كتير وكان معايا في ليبيا في كلية العلوم في الزنتان دكتور جمال حشودي آه أستاذ الرياضيات قمة في الأخلاق والزوء والأدب ياريت يكون بيشوفني آه وأهل الصعيد بقى أهل القرب من السامة دي منه وحاجات كتير أقوم طبع طبع أصلنا مصر العليا عبد الرحمن من الأليوبية معانا إزاكي عبد الرحمن أهل الصعب عليكم وعليكم السلام إيه الأخبار الحمد لله تمام شفتنا في البرنامج من أول الحلقة؟ أيوة تمام حب إيه رأيك؟ برنامج جميل فعلا وبيصع من روحنا المعنوية جدا تمام مربي حاجة عندك فوق سطح؟ لا أنا طالب في الكلية طالب طب كويس سنة كامل عبد الرحمن الفرقة الثانية حضرتك الدكتور حامل تشرحنا جزء درجستف سيستم صراحة يعني حاجة عظيمة الفرقة الثانية؟ آه حضرتك الدرجستف سيستم الدرجستف سيستم الجهاز الهضمي حبيبي بموت فيه طب يا عبد الرحمن نعم بتحب التشريح ولا لأ؟ الزراحة هو الدكتور حاتم من السنادي هو اللي كان دخل لشرحنا هو الدكتور محمد عطية يا مساهل لنا جزء التشريح حببنا فيه جدا يعني طب يا مساهل يا مساهل فضل من الله ونعمة فضل من الله ونعمة بقول ربنا وفاك يا دكتور حضرك ده بتعلم ونروحنا المعنوية في البرنامج جديد صراحة الله يخليك تسلم عبد الرحمن يا عبد الرحمن أي حد يقولك يا دكتور البهايم ما تزعلش لا لا عاد فعل دي حاجة تشرفك انت دكتور طب بطري دي حاجة تبقى فخور بي حاوزين امتياز تشريح بقى يا عبد الرحمن ان شاء الله وعدك يا دكتور ان شاء الله امتياز تشريح حاضر ماشي يا حبيب ماشي طفي ان شاء الله أي حاجة تعزة تليفوني معاكم ومكتبي مفتوح دايما وتحت أمركم كلكم وبلغ زمالك عالجروج مش انت لوحدك يعني عشان انت صالت يعني من علمني حرفا صرت له عبدا يا بخت الدكتور اللي الطلبة بتاعته بتحبه الحمد لله الحمد لله الحمد لله قولي بقى يا دكتور ايه الحاجة اللي تطمننا وتخلينا لأكل لحمة واحنا متطمنين ولكن بعد الفاصل شكرا تحت الله ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعنا الدكتور حاتم بهجات كنا بنتكلم يا دكتور في اللحمة ازاي تطمن وانا باكل لحمة وابقى مش خايف وانت بتاكل لحمة لوحدك ولا معايا عزمك يا دكتور فش مشكلة بص يا سيتي صلي عنك علي السلام دلوقتي اللي كان بيحصل قبل كده انه كنا نجيب من جزار معرفة ماشي وبعدين كان فيه مسلا بقولك مال لحمتك مش شغتة قالك الجزار معرفة يحط لك شغتة كتير وابيض ودهن وكلام من ده وكده ففيه ناس كانت تجت ان هم يشاركوا مع بعض كل مجموع كده شيروا عجله ويتبحوه هم طب هيتبحوه برا السلخانة لانه هم مش جزارين فإذا فقدوا إشراف الطب البطري على اللحمة اللي ممكن لهم أمراض ممكن لهم سلو وحاجات تانية طب أنا إزاي يعرف إن اللحمة دي تحت إشراف طب بيطار آه دلوقتي هقولك على حاجة فيه حل سهل وفيه حل صعب نبدأ بمين بالسهل بالسهل السهل بقى دلوقتي بقى فيه جزارة عاملة طبيب بيطري وعمل إزاز قافل بإزاز مفيش دبانة جوه وتكيفات الدول عاش لخبازه آه لا دكتور قاعد قاعد وإشراف وكده وعنده جزارين وهو اللي بيشوف الكواليتي كنترول والناس لابسة جوانتيات ولابسة البلاطي جزارين ها ولا هيشين عالي جدا يعني احتياطات الأمان والنظافة وكده تكيف تاعد بتخشي بتخشي الجزارة دلوقتي أنا بقى بقعد بلايكور ساعد ومجلة أقرأ وبختار الحتة اللي طعلي منها معانا صور على الهوى طيب نتفرج عليها جزارة الدكتور لحوم الدكتور لحوم الدكتور دي أكتر أمان يعني طبعا طبعا لحوم الدكتور زي ما الدكتور عبدالحكيم الزملي 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 ها دفعيتي ألف تمانية وتمانين أنا سبعة وتمانين يعني كنا مع بعض في كلية وأخريك طب بطري أهل عملاقة طب بطري مشتهور رائدة كليات جامعة بانها وأوله اعتمادا اللي هي القوامية الزمان جود بالتعليم والاعتماد عبدالحكيم فتح لحوم الدكتور والحوم الدكتور ده كانت أول جزارة لطبيب بطري في بانها بس كانت تاني جزارة في جبريك بصل العربية اسماعيلية طريبا كانت اسماعيلية وليها نفس الاسم اللحوم الدكتور والنهار ده قال لي ان فيه في مدينة ناصر برضو اللحوم الدكتور وعندنا الدكتورة وردة عيسى برضو خريجة القلية عندنا لسه جديدة كده بتا دكتور مفتحتش ليه محل جزارة أنا مش ملكي نفسي وبعدين أنا مش بتاع مشاريع أنا عاشق أناتومي ودائما العاشق الولهان ده بيبقى هائم على وجهه فيه معشوقاته ومش بتاع بيزنس مش بتاع فلوس وحاجات مني ده يكفيني فقرا ان طلبة بتوعب ومبسطين وفاهمين ده رص مالي ربنا يا كرامة يا دكتور يعني أنا مش هقولك بقى أنا بسمع ان فيه ناسة عندها الأختام بتاعة اللحمة بتجيب الأختام دي منين فيه فيه فعلا في المجتمع بتاعنا حصلت يعني واحد زميلنا في القسم مشيت جدا دكتور أنور الشافعي دكتور أنور الشافعي ده زقع عليه جدا بيعمل هياكل ومكتبه ايه آية المكتبه بتلاقي عندها حاجات متحنطة وغصن شجرة مش عارف دهنه وحمامه متحنطة عليه تحنيت الحيوانات ده صعب مش صعب أنا سمعت انك كليك ما تحف بصي أنا في ليبيا كلية العلوم في الزنتان في الجبل الغربي كانوا مسميني الفرعون الصغير علشان لما جوم أنا روحت لما روحت كلية العلوم ففيناك مشروع تخرج كلية ما كانش فيها مشروع تخرج فقال لي تختار مشروع يا دكتور فأنا ما كانش عندي عينات أو ريال الطلبة كنت بدرس علم الفقريات والتشريح المقارنة للفقريات وكده ما كانش عندي عينات فين يا أخواننا العينات اللي حنططها في السنين اللي فاتوا قالوا كانوا دكتورة سوندوس عراقية كانت موجودة وحنططها بفرمالين مخفف فالعينات بازت ولوحوها لوحوها يعني رموها يعني فأنا قررت وخدت في قرارة نفسي أي مشروع كدكتور وقلت لهم إنشاء مدحف الفقريات وبعدين المرحلة الأولى السنة دي المرحلة الأولى السنة جاي المرحلة الثانية المرحلة الثالثة وجوم الموضوع عجب شدي فعلا الطالبات طالبات علوم الحياة هناك معظمهم طالبات بيحبوا البيولوجي الأولاد بيحبوا الرياضيات فكانوا بنات بس كانوا رجالة أول يعني الطبعة الجبلية الجبل ده على بعد سباة 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 المهم قولنا إيه نحنط هنحنط إيه أخوانا نحنط فول سنة جابوا أرنب حمامة مش عافيه كلام من ده كده يعني تاني سنة أنت مش معي معاك طبعا يا دكتور ده مال إيه بس معاك إزاي بقى ولا مع المخرج لا معاك طبعا فالمهم حنطنا الحاجات دي لما بقيت لما حبيت أطبق بقى التحنيط فقلنا لازم نرجع للفرعنة ونشوفهم عملوا إيه ماشي فقرينا بقى كل الحاجات اللي إيه اللي الطلبة جمعوها عن الفرعنة والتحنيط في الفرعنة وده عويز له حلقة لوحده ماشي وبعدين جيت أطبق الحاجات دي زي ما في كتب كتب كوليات العلوم التحنيط اللي بيعتمد على إنه بيحافظ على الجلد بس يعني لو ده طائر يبقى يحافظ على ريش بتاعه والجلد ويخلي واحدة مجمجومة والرجلين وكلام من ده ويعمل جس هيكل صناعي عبارة عن سيخين حديد على حرف إكس يدخلف رجل اليمين الأدامانية بقى الجناح بقى الجناح لو طائر مثلا اللي هو حيوان رجل اليمين الأدامانية ويروح على رجل الشمال الورانية والتاني من رجل اليمين الشمال الأمامية على الرجل اليمين الخلفية والكرس بينهم يربطوا بسلك ويعشي جوسة صناعية أش رز أو قطن ويقفل الجلد بس ده كان يعالجه بوريك أسد وأشياء أخرى بتحافظ على الجلد ويخيط ويخيط ماشي ويدي بقى أسبري على الجلد عشان الحشرات والعبتة والحاجات دي كده يعني جيت عملت بنفس الطريقة دي حرات ديك داري واجعني جدا وقعت أربع ساعات وطلعت رقبته معوجة مش عايب فيه كده ومتقولت إيه طب معنا هذا خلق الله فقروني ماذا خلق الذين من دونه أنا مش بحنق كده أنا حنق بالفرمالين بس ما أنا عارف للفرمالين ده كده فنزلت السوق أنا وأمين المعمل اللي كانت بمصطفى ساركوب كان عنده عربية بيجيه 455 وكان بيحبيني قوي بيحب يستغل بيحب المصريين المهم نروح مصطفى هنا نروح نزلنا سوق بلد يا دكتور معنا أمنية من المنوفية أهل المنوفية كلهم بيتمتابعيننا النهارد يا أمنية ألو ألو إزايك يا حبيبتي عاملة إيه الحمد لله صوتك صغير أنت طالبة عند الدكتور آه أنا السنة أولى السنة أولى الدكتور بيديكي آه طب يا دكتور طلابك هيكلم إزاي حدثك يا دكتور الحمد لله إزايك يا أمنية how do you do الحمد لله إنت منين يا أمنية من مقاطع جمب حضرتك أيوة أيوة مش أنا قابلت عمك أريضه ربط الشري منه يزيادت خاص وفرومب عشان أزرع شوية في المنتاج للتأخذ فيه عطلت نهاية الأسبوع فبقول له مش عارض حاجة من الكلية قلي ده إنتاجتلي ده بنت أختي أو بنت أخويا اه كده قلت له تبناديلا دخل لقاك في الكلية لان كان يوم سبت او قلت له ده قلت له ده معتزة بنفسها وبطول من المقاطر زي ما يكون المقاطر دي عاصمة المنوفي بس بيتكو جميل وآهلك زقم حلو قوي في التشجير والله صورت البيت اللي جنبكو دكرة انا اللي خليك يا دكرة قلنيها تحت عمرك في اي حاجة كنا عايزين حضرتك يعني تدي دفع للدخلين السندة عشان فيهم مش حديني الكلية وان هم يعني خلاص بصي على الجروب بتاع الدفعة بصي على جروب الدفعة حديني المعاد اللي يعجبكو وانا تحت عمركو اجلكو بس في اي يوم غير يوم الاربع عشان الاربع بيبع عندي هوا تمام يا اميه وبعدين البرنامج ده عشان يحببك في الكلية بتاعتك ايوة احنا حديني اميه انا مستمغينها مع بعض على طول كل يوم اربع ساعة تسعة اوعوا تروحوا في اي حاجة معانا روان شكرا يا اميه معانا روان ايوة يا دكتور انا روان صنفتك في سنة تانية روان من الغربية يا دكتور اهلا اهلا وسهلا روان هوا ريوم بنحب شرحك جدا والله يا دكتور مضوع التلفزيون كله الله يخليك اسلام يا روان ومكلمتك رواتني ايه يا دكتور روان رواتني روان يا دكتور والله يقفني اохسليك الحمد لله الحمد لله فضل من الله ونعمة عايزين نستفيد يا روال من البرنامج ده عايزين نستفيد من البرنامج ده بتقولي ايه بتقولي ايه مش عرفنا على التلفزيون جدا يا دكتب والله هذا الاربعاء وكل اربعاء والاعادة الخميس الصبح مش عارف في الساعة كام واليوتيوب ان شاء الله موجودين معاكم ورسالتنا ورؤيتنا هنقولها لو الأستاذة قاية دادتني فرصة ان شاء الله وتحت امركم تحت امركم تحت مهنة طب البطري من اجل اسعاد الشعب المصري من اجل اسعاد البلاد والعباد ومن اجل تحقيق اهدف قيادة الدولة اللي هي الدولة اللي هي بتدينا رغيف العيش كل يوم عاوزين نغمسه بروتين حيواني بقى رسالتك بقى دكتور رسالة البرنامج رسالة البرنامج او الضور المنوت بالبرنامج وتفعيل دور الطب البطري في خدمة المجتمع واناكلوا بروتين حيواني حيواني سليم صالح للاستلاك الادمي وانطمن الناس يعرفوا ازاي وانا قلتلك فيه طريقة صعبة وطريقة سهلة والطريقة السهلة انها نروح للدكاتل جزارة الدكتور زي الحوم الدكتور بتاع عبد الحكيم الزامل اللي ببانها فيه فرعين فيها والدكتورة واردة عيسى فيها عندها ثلاث فروع في الأليوبية اتنين في بنا واحد في كاف شكر وفيه عندنا في مدينة ناصر لحوم الدكتور وفيه في اسماعيلية اللي هي لحوم الدكتور والطريقة الصعبة والدكتور عبد الحكيم انا كنت معانا نهاردة وانا جاي نتخرت عليك عشان انا عديت عليه والله وبعدين وبعدين معانا فيديو على الهوى من لحوم الدكتور طيب اتكلم طبا قال لي انه بيعمل ديليفر القاهرة ثلاث يام في الاسبوع خلاص والدكتورة واردة ان شاء الله لما نتكلم عنها نصور عندها في الحلقة الجاية هنخليها تعمل الثلاث يام التانيين يعني سيه مثلا لحوم الدكتورة وارد القاهرة حد وثلاث وخميس يبقى الدكتورة واردة عيسى هتورد سبته واثنين واربع والحل الاصعب بقى يا دكتور عشان ارحم اللحمك ويسر الحل الاصعب انك تشوف الختم بنفسه ايه مكونات الختم الختم ايه مكوناته اه اه الختم بص يا سيتي الختم مكتوب عليه اسم المجزر ومكتوب عليه تاريخ الدبح والمكان اللي اتدبح فيه المكان اللي اتدبح فيه طبعا ما هو اسمه المجزر والمكان اللي اتدبح فيه على سبيل المثال اللحمة لانا جايبة النهاردة وكنت عاوز نشوي بس هنا مفيش فاحمة النهاردة كنا عاوزين نعمل نشاعي أشكلنا معانا حمادا من عاليوبية طيب نسمعه وبعدين نشوي يا دكتور يا حمادا السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل دكتور حاسم مبروك حمادا مين حمادا مجاهد رعاية تمام يا دكتور اهلا اهلا حبيبي اهل الحصة الكرام ازاك يا دكتور اخبار ما عليك ايه تمام الحمد لله منوارنا والله منوار الفضايات والله يا بروك الله يخليك تسلم حمادا حمادا ده موظف رعاية شباب احنا متشرفين بحضرتك والله على الفضايات الله يخليك تسلم كنت مدينه معانا النهاردة روح اصور حمام عنده في غية بس زي ده اتاخر على الهوى وعلى آية بقولت حمادا منينا وعلينا معلش حمادا التأخير ده عندي انا ماشي وانا دايما بقوله بهديله اغنية حمادا حمادا بتاعت اسمها ايه؟ حمادا ايه العظم لا حمادا اللي بتاعت جواهر جواهر اه ماشي يا حمادا؟ ماشي يا دكتور والله منوارنا يا دكتور شكرا يا حمادا معايا فارس مين من منصورة؟ معانا فارس من منصورة يا فارس ازايك؟ اهلا والسلام عليكم وعليكم السلام اخبار بركات ازايكم واخباركم ايه؟ الحمد الله من منصورين الشاشة وقناة الصحة والجمال شكرا برنامج منص يزرع المليون من البرامج الجيدة الصراحة يعني وغس منص يربح المليون؟ مش عاد اه فارس اه اه انت فيترينيريان ولا ايه؟ شكرا يا فارس الخط اعطاه شكرا اه يلا دكتور نرجع لموضوعنا لموضوع الختم اه بص سيد اي ختمة اي ختمة يعني ختم اللحمة اه 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 مكونات الختم بيكتب فيه اسم المجزر اه وبيكتب فيه تاريخ الدبح ده مدبوح امتى اللحمة دي بقالها كم يوم ماشي؟ اه وبيكتب فيه وفيه رمز سري فاكرا لما كنت بتقوليه اللي بقى على الاختم وانا مجيلك عالدكتور انوار شافت دكتور انوار راح مرة عند جزار الجزار ده بيت بحف بيته فيه جزارين بيعملوا حاجات صعبة اوي دكتور احنا قداننا دقيقتين ووقت البرنامج هيخلص الوقت الحلو الجري بسرعة وانا مبسوطة ان الناس بدأت تعرف الطب البيطري وطلبة عندك حبيته هي انت كنت ازعلان ان الطلبة ما بتحبوش فحابب بقى نختم بايه؟ اكملك بس الجزء ده فاذا اذا الختم فيه رمز سري رمز سري بتغير كل يوم خلي بالك يبقى اذا لو انا عندي اختم في البيت لو انا جزار وبغيشه عندي اختم في البيت مش عارف السري ده كل يوم خلاص والتاريخ والتاريخ مهم جدا يبقى انا اشوف من الاختم دي اي ختم واضح اصوره بالموبايل بتاعي لازم لازم يبقى فيه رقبة من الناس على الجزارين دول ولازم اللي يأكل لحمة ويلاقي انها مش كويسة او تتعبوا يتوجه ويعمل محضر ومنسكوتش يعني شانستنى الكده معنا موبايلاتنا معنا موبايلات تصور ختم صحيح وبما تروح كبروا يا حبيبي وايه ويشوفوا ويشوفوا مكوناتوا ايه يا الدولة هتراكب على مين ولا مين ايش نانساعد ده دولة نانساعد ده فيه ناس ده فيه ناس تعرف ان بيعمل ايه بقى فيه ناس محترفين او كنت ليه ايه ارخص ارخص لحمة ليه بيتبع عجلين في السلخانة وخمسة بره الخمسة اللي بره دول بقيع عيانين جايبوا ببلاش بلوص ثمن بربع ثمن ويتبعهم في البيت وعنده اختام في البيت وختم الكل والناس شايفينه بقى هو ايه شايل عجل ماشي في السلخانة خارج من السلخانة شايله على كتفه ويحط ده جنب ده ده يرضي ربنا اخر حاجة عايز تقولها دكتور اه انا عاوز اقول ان احنا تفعيل دول الطب البطري انا بلاننج ان انا اعمل جزء عن سلامة البروتين الحيواني سواء كان لحمة سمك بيت لبن جبن مشتقات اللحوم في الجزء الثاني بنتكلم عن مشروع انتاجي المشروع الانتاجي ده هنركز اكتر على المشروعات الصغيرة اللي هي رأس بالها 300 دولار او 5000 جنيه وفي الجزء الثالث قصة بحث لازم البحث العلم يخرج من نور اكيد بتبسيط وتوصيات وحاجة توصل شكرا يا دكتور شكرا ان شاء الله وربنا يوفقنا ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل شكرا يا دكتور وان شاء الله نتلقى مقترحتكم على زير 11 54 3754 استنوني انا ايك جيار ودكتور حاتن بهجات كل 4 ساعة 9 مساء على قناة الصحة والجمال شكرا ويعاد شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر